أكد رئيس أركاني الجيش الوطني الشعبي الفريق أول السعيد شنغريحة أن إرساء منظومة صحية عسكرية فعالة قادرة على ضمان تغطية صحية شاملة وفاعلة طالما شكل انشغالاً دائماً للقيادة العليا للجيش الفريق شنغريحة وفي كلمة توجيهية له خلال اجتماع عمل مع إطارات ومستخدم صحة العسكرية على مستوى المدرسة الوطنية للصحة العسكرية بالناحية العسكرية الأولى أشار إلى أن ما تحقق ميدنياً أو ما هو في طريق التجسيد في قطاع الصحة العسكرية نمثل إحدى الشواهد الحية والأكيدة على المجهودات المبذولة المتواصلة نستمع لتصريح قائد أركاني الجيش أود بهذه المناسبة التأكيد على إرساء منظومة صحية عسكرية فعالة قادرة على ضمان تغطية صحية شاملة وفاعلة لمستخدمين متسمة بجودة التسيير وبالتكامل للأدوار بين مختلف المؤسسات الصحية العسكرية لا طالما شكل انشغالاً دائماً للقيادة العليا للجيش الوطني الشعدي كما أن ما تحقق ميدانياً أو ما هو في طريق التجسيد من إنجازات كبرى ومتعددة في قطاع الصحة العسكرية وعلى جميع الأسعدة يمثلوا إحدى الشواهد الحية والأكيدة على المجهودات المتواصلة المبدولة من قبل القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي في ذل الدعم المتواصل للسيد رئيس الجمهورية ترجمة نانسي قنقر